السلام عليكم جماعة الباك جسبر كوزالي بيان اليوم جيت سبيسيال مول قاع التلاميذ اللي رهمت اخرين واللي ما زال ما كملوش البرنامج اما التلاميذ اللي ما زال ما بداوش تمام عندي معاكم حتى هدرا باسك لقد بلغ سيلو الزوبة دكار يعني انتم مبلا ما نهدر معاكم مجمع يل فو كومنسي سينو ما غديش جيب الباك يعني اسمحولي وملاحظة اللي ما يعجبش هاد الفيديو واللي ما تعجبش هدرتي معناها كما راش حاب يقرأ وما راش حاب يجيب الباك باس كونلي فغيمو قلبه هاكدا داره وحاب يجيب الباك وحاب يطلع الجميع ويدير لفين يغتعاه غادي كي يسمع الكلام التاعي يحطه في راسه وفي قلبه وينوضي يتحرك اما اللي ما تعجبش هدرتي سبذيخ كونتا متالي ماركش حاب تجيب الباك داكار باش نجيبها لكم متالي جماعة فكما قلت لكم هاد الفيديو لكل تلميذ او تلميذة او طالب او طالبة متأخر في البرنامج بخم يغمو جماعة واش لازم ندير باش نكمل هاد البرنامج قبل ما يجي الباك باس كل الباك راه يجري راه قريب يوصل رانا نجري واجماعة الايام راه يتجري بسرعة والباك راه قريب واش لازم ندير وراني عدم تأخر في تلت مواد في عشر مواد في جميع المواد ما يهمش جميع الشوعب ما كان حتى مشكل بخم يغمو اول حاجة اول حاجة التوكل على الله عز وجل ما على العمل كيفاش نتوكل على الله شوفو على بالي بلي هاد الفترة صعيبة بزاف والبارح مثلا شفت واحدة التعليقات قالوا لي كتغل اني فاشل نجي نحب نتموتيفة نحب نبدا نحب هادية ولكن كي نجي نحل الكائن حس بالفشلة نحس بالنعس شوفو هاد صوالح نورمال كل شي كل شي اللي راه صاري لك نورمال لقع الناس راه يتعاني من نفس المشكل هاد المشكل تعنوا عاس بالتحديد اللي كي تبدأ تحل الكائن تاعك النعاس يقبضك هادي سببها واحد فقط وهو الشيطان لعنت الله عليه الشيطان يعيدكم الفقر الشيطان ماذا به يشوفك تعيس يشوفك فاقير يشوفك تجور تخسر الباك يشوفك ما طالعاش بك الدنيا يشوفك تجور طايح داكور ماذا به فالشيطان صاريح كمصلة باركزامل إنسان كائن اللي كي يجي يصلي يجيه النعاس يبدأ يتفوه يبدأ يتثأب نفس الشيء في الدراسة باركتك الدراسة راه عارفها باللي رايح تفتح لك آمال جديدة راح تخليك تحب الله عز وجل تقول باللي ربي رايعوني فهذاك الشيطان كي يشوفك راح تبدأ ديرك طويل ما يجيب لك النعاس باش انتها تخليك وشي تروح ترقود ومبعد تخسر الباك وتعود تعشيف الندامة اللغة انتها واش تدير أول حاجة قبل ما تبدأ الاستعادة بالشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذي أول حاجة كي تبدأها كي ما صلى كي ما اللي جي تبدأ الصلاة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى كي جي تبدأ القرية قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذي أول حاجة ثانية الأذكار كنت أعطيتكم وحدة الذكر تعالتيسير او واحد الدعاء تحت يصير اللي هو اللهم رب يشرح لي صدري ويصير لي أمري وحلو العقدة تنمي اللي ساني يفقه وقولي هذا دايما تبدأه كي تجي تبدأ الغيفيزيون تاعك ولا في الإكزامان تاعك ولا في الباك دايما تفكره داكا هدي ثانيا صح راني بديت راني قريت حط قدامك واحد الكاس تعلمه كبير ولا قرعة ما تعليط رو ولا تعليط خالليطخ حطها قدامك كي تحس بديك الفشلة حاجة اخرى القهوة القهوة مش يمليح الكافين على بالنا بكل شي ولكن معلش هاد الفترة بديت يعني مدابية تركزون مدابية تزيدون النشاط العقلي نشاط العقلي باش يزيد انا قوليوني تروح تشرب لي red pool جو بخيفيط تشرب لي فقط كاس قهوة هاك دايكون بيان سري احسن داكا خير من اللي تشرب اللي بخاض ويش يميك دونك القهوة احسن تنشط لك العقل التاعك شرب هاداك الكاسة على القهوة وحط قدامك قرعامة وابدة داكا الان البرنامج وشو البرنامج اللي لازم نديره اللي رامت اخرين في جميع المواد ولا في اغلب المواد لازم برنامج لازم كتبها اقدر رفد ورقة صغيرة ولا كبيرة ولا كراس ولا اللي كان ما عندكش الوقت باش تتحوس لي انا على الديطاي رفد ورقة كتب اليوم اليوم السبت ها وش ندير الحد ها وش ندير اثنين ها وش ندير عندي 13 ساعة كنا في 10 ساعة تراني كل يوم نزيد لكم ساعة 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 اليوم 13 ساعة في اليوم 13 ساعة في اليوم تاع المذاكرة مكاش اللي نحيها لك اجمعوا ومشي لازم تكون سويفي تقولي 13 ساعة بزاف انا راح نحبل لا الصباح 5 ساعات العشية 5 ساعات في الليل 3 ساعة وصلت 13 ساعة بسهولة داكا يعني مشي حاجة صعيبة ديروا البرنامج اتعكم مثلا السبت عندي السبت تاريخ لازم نكمل السبت التاريخ ما عليش مقدرش نكملها في يوم ما عليش ندير السبت والحد تاع التاريخ 2 و 3 جغرافيا 3 و 4 فيزيك الخميس والجمعة ماط السبت والحد لازم تكمل البرنامج دير برنامج كتبه باش ما تنساش باش مشي ومشي تخلي مادة وتروح لمادة واحد اخرى ولا تقرأ لي درسة هنا ودرسة هنا ودرسة هنا لا كي تبدأ مادة لازم حتى تكمل هذه المادة باش تباصي للمادة اللي مراه اليوم درتها فقط للتاريخ مشي الصباح نقرأ التاريخ العشية نقرأ الماض لا كمل مع التاريخ كملها خدات منك يومين خدات منك ثلث ايام مش حالة ما تاخد منك الأيام الموهي ما تتباصيش المادة واحد اخرى حتى تكمل المادة اللي راهي في يديك كملت المادة تاريخ الروح لجغرافيا كملت الجغرافيا الروح للمات كملت المات الروح للفرانسي كملت الفرانسي الروح للانجلي هاكده بهادة الطريقة باش كي تيقرب الباك تكون كملت كل شي مشي تبقى عادة ديبندان عادة ما كملتش داكو هادي تالي تل رابعا بعد ما تكمل لي هاد المواد خود وقتك ما تقولش اللي الوقت راهي بيجري بسرعة خود وقتك كل ما تدعطيها وقتها ما تخممشش حال باقي لك من يوم ما زال الحال رابع قيلك واحدة للخمسين يوم هاكدك ابي بخي مانيش صايل حساب قاعة تلفلي جماعة سمحولي مانيش عفاش حال باقي لكم اكزاكت ولكن يكفيك الوقت غي ما تخافش يكفيك الوقت خود وقتك كل ما تدعطيها وقتها خود وقتك غيب شوية لك قراها لخصها وجماعة ناصحتي المهمة والاهم ايفيتو لغيزو سوسيو كي تكونوا تقرأ انا جو بخيفة تبلوكي كل شي بلوكي الفيسبوك بلوكي الانستاغرام بلوكي التيك توك بلوكي كل شي ما نقدرش استادا نبلوكي هاتسوال حالا نحب لغيزو سوسيو ما عليش مشي مشكل ما تبلوكيهمش كي تجي تبدأ تقرأ يسموك تطفي التليفون اطفيه اطفيه وما تحتاش قدامك لا حطها عند الواليدة نتاعك ولا عند الواليدة نتاعك ولا حطها في بيت أخرى ما تحتاش في البيت اللي رك تقرأ فيها لا الشامغ اللي رك تقرأ فيها ما تحتاش فيها ما تحتش فيها التليفون عندك شصف إلا باريكزون كي اللي ما عندهاش بيسي عنده غيب التليفون يحب يخدم باليوتيوب اليوتيوب خلي حتل تالي قاع كي تكمل قاع المراجعة تاك تحب تشوف شرح تاك درس معين ولا ذاك الوقت تشعل التليفون تاك وتفرج في اليوتيوب ولكن قبل هادي كي تكون تقرأ يسموك تطفي التليفون داكار جماعة كتحفيز شوفوا والله العظيم والله العظيم والله العظيم الله عز وجل ما رحش يخيبك حتى ولو بديت متأخر شحال من تلميدي بدا متأخر ولكن يبدأ بجدية مش يبدأ لي يقرأ لي ساعة في النهار ويقولي لا قرأت لا بجدية والله العظيم إذا تعبتوا يا جماعة في هذه الأيام المتبقية الله عز وجل أقسم لكم بالله أنه لن يخيبكم ولن يخذوا لكم لكن يا جماعة لازم تسعاوا لازم السعي لازم تسعى تشتهد تتعب ما بقيش بالزاف ما تقولش أنا صائعية هذا مش شيء لمو متع العياء هذا مش شيء لمو متع الفشلة هذا مش شيء لمو متع الرقاد ديروا لازم تسعى كل ما تحسن ديك الفشلة أقول أعودوا بالله من الشيطان الرجيم هذا غيش الشيطان رهي يقولك في مخك هذا مكان ولا حتى النفس الأمارة بالسوء حتى النفس أحيانا تقول لك لا صايا ناري أنا باش ندير بالباكن يا جماعة ما بقيش بالزاف باش تفرحوا والديكم يا جماعة معليش أنا بشلت نحط الهدف بين عيني قال أنا باش نفرح الوالدة نتاعي باش نفرح الوالدة نتاعي باش نعلي لهم براسهم باش يفتخروا بيا قدام الناس باش يقولوا باللي والدي ربيتها أحسن تربية وجاب لي الباك وارد